اشتركوا في القناة او تقديم دبلجة عربية فهم برضو عربوا اسم اللعبة بالكامل اول لعبة عندنا هي لعبة Shadow of the Colossus اللي سموها باللغة العربية في ظلال العمالقة هذه اللعبة صدرت اولا على جهاز البلاي ستيشن 2 وبعدين نزل لها ريماستر خفيف على البلاي ستيشن 3 وعلى البلاي ستيشن 4 فريق Blue Point مسكها كاملة وحسن رسوم اللعبة بالشكل مبهر لدرجة تحس ان اللعبة من اسطارات هذا الجيل للي ما يعرف اللعبة فانت رح تلعب في بطل يحاول ينقذ شخص عزيز عليه وفي بداية اللعبة يكتشف بان حتى ينقذه لازم يحارب بجموعة مختلفة من العمالقة اللعبة ما فيها اي شيء ثاني غير قتال العمالقة مع انها انزلت في سنة 2005 الا انها تجربة مميزة الى هذا اليوم لعبة دايز جون هي لعبة نجاو عالم مفتوح وكان فيها دبلجة عربية متقنة وممتعة غير الدبلجة فكان اسمها بالعربي هو ايام مضت في هذه اللعبة الاحداث تدور في ولاية اوريغن الامريكية وبعد ما طغوا الزومبيز على العالم ورح تلعب ببطل اللعبة ديكن وبتقعد تقطع عالم اللعبة بالدبابك الخاص اللي لازم تحافظ عليه وتصلحه لو خرب وتقعد تدور عن بنزين لكن لا تخافون هذه الاشياء سهلة ولا عمرها خربت من تجربة عالم اللعبة المفتوح اللي رح تقابل فيه العشرات من الزومبيز معليش؟ هلقلت عشرات؟ أنا أقصد الآلاف من الزومبيز طريقة حركتهم وكثرتهم مرة مميزة ولا أتوقع في لعبة زومبي قدمت الزومبيز بنفس الشكل أو العدد الضخم مثل لعبة أيام مضت سوني تحب دائما تنوه من اللعاب اللي تقدمها ولعبة Knowledge is Power اللي سموه بالعربي العلم نور قدمت تجربة فريدة من نوعها لما نزلت فيه 2017 وحتى تلعب العلم نور لازم تحمل تطبيق Play Link على جوالك حتى تقدر تلعبها أنت وأصحابك وكانت تدعم حتى 6 لاعبين بنفس الوقت نظام اللعب في العلم نور وإنها عبارة عن لعبة Trivia راح تعطيك مجموعة مختلفة من الأسئلة ولازم تكون أسرع واحد من بين أخوياك في اختيار الجواب الصحيح حتى تفوز اللعبة جدا ضريفة وفيها معلومات عامة تخليها مناسبة للعب مع أفراد عائلتك دريمز هي من أول للعاب اللي تم إعلانها على البلاي ستيشن 4 ولما قربت تصدر سموها عندنا بالسوق العربي أحلام لعبة أحلام هي لعبة تخليك تطلق عنان إبداعك ألعاب زي ليتل بيك بلانت وماريو ميكر تقول لك صمم مرحلة أما لعبة أحلام تقول لك صمم لعبة كاملة مو بس مرحلة اللعبة هذه جدا مذهلة وشوفنا فيها ناس يصنعون ألعاب متقنة مثل لاعبين صمموا لعبة سونيك رهيبة إذا ما لك في التصميم لا تخاف فتقدر تلعب بالألعاب اللي صممها مطور لعبة أحلام أو تقعد تلعب بالألعاب اللي صممها مجتمع اللعبة المبدع معلومة زايدة عن الفريق اللي طور لعبة أحلام اللي اسمهم ميديا مولوكيول هم نفسهم اللي اعطانا الجزء الأول والثاني من سلسلة ليتل بيك بلانت أحدث حصريات البلاي ستيشن 4 هي لعبة جوست أوف تسوشيما اللي قريب كشف اسمها العربي وهو شبح تسوشيما هذه ممكن تكون آخر حصرية من تطوير سوني تنزل على جهاز البلاي ستيشن 4 وشكلها راح تكون لعبة واعدة لأنها تحكي قصة غزو المغول على اليابان في سنة 1274 والأحداث تدور حول بطل اللعبة جن اللي خلال القصة بيحاول يتغلب ويضرد المغول من اليابان بشتى الطرق شبحت سوشيما هي من نظام العاب العالم المفتوح ورح تعطيك الحرية في استكشاف العالم وبتقدم لك اسلوبين للعب تقدر تتنقل بينهم على راحتك الأول اسلوب الساموراي واللي بيخليك تقاتل بشرف وتواجه لعداء وجه الوجه أو تلعب بنظام الشبح اللي يخليك تستعمل كل الطرق القذرة حتى تفوز بالنزال وهذه كانت خمسة العاب حصلت على أسماء عربية شاركونا بالتعليقات بأفضل للعاب تعريبا بالنسبة لكم كان معكم نواف النغموش ويعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة